مرحبا انجليش 100 برنس انا ريم خيربيج و انتظروا فيديو اشترك من انجليش 100 اوقات منسمع او نقرأ 12 year old واوقات منسمعها 12 years old مع اس الاتنين صح ولكن طرق الاستخدام فينا نقول شوي تختلف واذا بهمك تكون انجليزيتك كلها صح خليك معنا لانه هيدا هو موضوع دارسنا اليوم طبعا لما بتكون بتعرف القاعدة الامور بتكون كتير اسهل وبصير انجليزيتك كلها صح القاعدة بسيطة جدا 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 ولكن يجب الانتباه عليها القاعدة تقول حين نبدأ الجملة بالاسم يعني حين اذكر الشيء او الشخص الذي اتكلم عن عمره في بداية الجملة ثم اذكر العمر في هذه الحالة استخدم اس مثلا للتوضيح my child is 12 years old هون حطيت اس او مثلا that tree is 400 years old تلك الشجرة عمرها 400 سنة that tree ذكرت الاسم اولا ثم ذكرت عمرها that tree is 400 years old اما حين اذكر الاسم بعد العمر في هذه الحالة يكون العمر هو صفة لهذا الاسم متل ما بتعرفوا بالانجليزي دائما الصفة تأتي قبل الموصوف لذلك اتعامل مع هذا العمر كصفة والادكتب ما منضف له اس ما منحطه بصيغة الجمع يعني انتبهوا كيف عدلنا الامثلة بقول he's a 12 year old child he's a 12 year old child اوكي ذكرت كلمة child بعد العمر اوكي 12 year old تمام؟ ودائما هادي الـ 12 year وصلوا بيناتهم بشحطة صغيرة اوكي مشان نعتبرها او لانه هي اصلا تعتبر adjective مركب تمام؟ so 12 year old وتذكروا الادكتب ما منحط معها اس نفس المثال على الشجرة تذكرتوها منقول that is a 400 year tree that is a 400 year tree تمام؟ هادي هي كانت القاعدة اذكروا لي امثلتكم بالكومنتس بلو مشان تتأكدوا انه فهمتوا القاعدة ومشان صحح لكم اكبر قدر ممكن من الاجابة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة